تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والوداد حضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيز طبعا مدير الكرة وسامير عدلي المدير الاداري والأستاذ مهر عبدالعزيز اداري الفريق والعميد علاء صلاح المنصق الامني وطبعا كان موجود معهم كمان مندوبي نادي الوداد في حضور مسؤولي الاتحاد الافريقي ومراقب المباراة وحكم اللقاء ناقش الاجتماع كل الأمور التنظيمية الخاصة بهذه المباراة من حيث بقى موعيد الوصول إلى ملعب المباراة الزي الخاص بكل فريق ويأصفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي النادي الاهلي زي مكون من اللون الأحمر بالكامل فيما يرتدي حارس المرمى زيا من اللون الأخضر كاملا على الصعيد الآخر فريق الوداد إن شاء الله سيرتدي زي مكون من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرمى قميص بنفسيجي وشرط وشراب اسود تاني نرجع ونقول إن شاء الله أكيد هتكون مباراة قوية أكيد فرقتين تقال وليهم تاريخ وليهم حجمهم وليهم فقالهم وكون إن أي فرقتين بغض النظر عن الأسماء يوصلوا لنهائي بطولة بالشكل ده فإحنا نتكلم على تقايل قارة بالمعنى الحرفي وإن شاء الله نشوف مباراة تثبت هذا الأمر بإذن الرحمن وتنتهي لصالحنا يا رب إن شاء الله بص بقى نقطة مهمة